دعا الرئيس الصيني لبناء نظام عالمي لسلاسل الصناعة لتعزيز تنمية الاقتصاد العالمي وقال إن بكين ستعمل بشكل ثابت على ضمان أن تكون سلاسل الصناعة والإمداد منفعة عامة بطبيعتها فضلا عن اتخاذ إجراءات ملموسة لتعميق التعاون الدولي في هذا الإطار وأكيدا استعداد الصين للعمل مع الدول الأخرى لاغتنام الفرص الجديدة التي توفرها الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي إلى ذلك ومنذ جائحة كورونا بدأت أزمة سلاسل الإمداد وتفاقمت مع حرب أوكرانيا فما هي سلاسل الإمداد وكيف حدثت الأزمة؟ هي الشبكة العالمية التي تربط كل شيء نأكله أو نلبسه أو نتعامل معه في حياتنا اليومية سلسل الإمداد تبدأ من منتج المواد الخام ثم وسائل النقل والمصانع حتى تسليم المنتج النهائي إلى المستهلك لكن إذا تعطلت أي حلقة من تلك السلسلة يعني ذلك تعطلا في السلسلة بأكملها فمثلا تعطل تصدير القمح من روسيا يعني ذلك أزمة خبز في مصر ونقص الرقائق القادمة من تايوين يعني ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة وهكذا سلسل التوريد العالمية تعاني من مستويات نقص غير مسبوقة بدأت بالجائحة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا بدءا من المواد الخام مثل الألمانيوم والنيكل والقمح وصولا إلى السيارات بدأت أزمة سلاسل التوريد مع إغلاقات كوفيد التي تسببت في تخفيض الشركات لعدد كبير من العمالة وتفاقمت مع حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا ترجمة نانسي قنقر